بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من القواعد المعروفة في كلام العرب يقولون لا تجمع العرب بين ساكنين هذا الكلام ليس على إطلاقه نعم العرب لا تجمع بين ساكنين لكن أحيانا يوجد في كلام العرب ساكنين بشروط معينة وأماكن محددة سنذكرها في هذا المبحث التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة في تلاوة القرآن الكريم يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة في حالتين بس في حالتين ما هما أن يكون الأول من الساكنين حرف مد أو لين نحو الضال فهن اجتمع ساكنان ولا لا مين ومين الألف واللام الأولى من اللام المشددة أتحاذ الألف والجيم الأولى من الجيم المشددة جوني الواو والنون الأولى من النون المشددة نعم ياسيين الياء والنون نون الواو والنون عين الياء والنون فقد يكون الحرف الساكن الأول حرف مد مثل الأمثلة اللي مرت معنا وقد يكون حرف لين مثل ايه عين الحالة الثانية التي يصح فيها اجتماع الساكنين من كلمة واحدة أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا اللي نحن منسميه ايه المد العارض للسكون أو مد اللين أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا نحو الحساب تعملون الرحيم هذه كل أمثلة عارض للسكون السطر الثاني قريش خوف هذه حرف لين وقد يكون حرفان لصحيحان يعني لا حرف مد ولا حرف لين وإنما سكن الأول أصالة وسكن الثاني عروضا بسبب الوقف نحو من بعد بعد عين ساكنة دال ساكنة القدر إن أنزلناه في ليس فنجمع هنا بين الدال الساكنة وبين الرأي الساكنة السحت السحت حاء ساكنة تاء ساكنة هذا نادر الوجود لكن موجود موجود إذن هاتان الحالتان فقط هما اللتان يجتمع فيهما ساكنان في كلمة واحدة وضح أن يكون الأول حرف مد أو لين أن يكون الثاني ساكن سكونا عارضا طيح أما في كلمتين التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين يعني يكون الساكن الأول في كلمة والساكن الثاني وين في كلمة ثانية لا تجمع العرب بين حرفين ساكنين في كلمتين فإن وجد ذلك في كلامهم تخلصوا منه بإحدى الطريقتين الآتيتين الطريقة الأولى إسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد نحو وقال الحمد لله قال هذه ألف التثنية الحمد أول حرف هو اللام الساكنة فيسقطون الألف من قال لأنها حرف مد شو بيقولوا وقال الحمد لله لكن في ضغطة بسيطة على اللام عند الانتقال لام قالا عند الانتقال منها إلى الساكن الثاني ما القصد من هذه الضغطة أن يبان أن هناك ألف تثوفة وقال الحمد لله إلا ما كان ذلك وقلنا سامع بأنها ورائل واحد وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم قالوا آخرها واو ساكنة اللهم أولها لام ساكنة والأول من الساكنين الملتقيان حرف مد فيحزف لفظا وإذ قالوا لغ فلا تبقى الواو إن وقفنا تعود الواو وإذ قالوا واضح أفي الله شك أفي ال التخى ساكنان فنحذف الياء هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية تحريك الساكن الأول تحريك الساكن الأول إمتى إن كان حرفا صحيحا أو حرفلين أو تنوينا نحو من الله لأن من نونها ساكنة نحن مقول والله خلق كل دابة مما من إذن نونها ساكنة إمتى ما يقول مينة للتخلص من التقاء الساكنين عليكم القتال عليكم الميم ساكنة للقتال اللام ساكنة فعند الوصل تحرك الميم بالضم للتخلص إذن حركتها عارضة كتب عليكم القتال إذا واحد على عليكم القتال قال لك سألك قال لك وقف على الكلمة الأولى شو بتقول عليكم قال لك وقف عليها بالروم بتقول له لا روم فيها بيقول لك ليه بتقول له لأن حركتها عارضة والروم لا يدخل على الحركة العارضة إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله قل اللهم قل اللهم طبعا قل فعل إيش فعل أمر والأمر مبني على السكون إذن أصلها قل قل اللهم التقى في النطق ساكنان وهما لام قل ولام اللهم اللام الأولى طبعا فماذا نفعل نحرك اللام الأولى بالكسر قل الله طيب لو وقفنا على قل شو من قول قل وقف عليها بالروم لا روم فيها ليه لأن حركتها عارضة دعاو الله دعاو هذه الواو ساكنة أصالة دعاو مثل دعاو هناك ثبورة تمام هنا من قول دعاو وو إذن شو عملنا لما التقى ساكنان والأول حرف لين دعاو ودعاو لينية هذه حركناها بالضم لأن الضم هو الحركة المناسبة للواو يا صاحبي السجن يا صاحبي شو أصلها أصلها يا صاحبين يا صاحبين مثنى لك لما أضيفت إلى كلمة السجن حزفت النون عند الإضافة انتبهنا كيف النون تحزف عند الإضافة شو منقول يا صاحبي السجن التقى ساكنان بعد حزف النون فنحرك الأول منهما وهو اليابي الكسر شو بتصير يا صاحبي السجن صاحبي ي ي فهذه الكسرة أصلية ولا عارضة عارضة نعم وضح بالنسبة للتنوين ونادى نوح بنهو نوح بنهو نوح شو آخرها نون ساكنة بنهو شو أول حرب فيها باء ساكنة شو بنعمل بنحرك الساكن الأول وهو التنوين شو بتصير نوحوني ونادى نوحوني واضح طواني ذهب أصلها طوان نون ساكنة طوان ذهب طوان ذه ذال ساكنة نون ساكنة ذال ساكنة بنحرك النون بالكسر اللي هي التنوين يعني شو بتصير طواني ذهب واضح يا أخواني تنبيه الأصل في التخلص من الساكنين من كلمتين أن يحرك الساكن الأول بالكسر هذا أغلب الحالات هكذا نحو قل اللهم وأن لو استقاموا أمرتاه وقد يخالف هذا الأصل إما إلى الفتح لأنه أخف الحركات نحو من الله ألف لام ميم الله أو إلى الضم في ميم الجمع نحو عليكم القتال بهم الأسباب أو للمجانسة مثل داعوا داعوا الله يا صاحبي ففي الأولى ضممنا لأنها وفي الثانية كسرنا لأنها يا هذا هو مبحث التقاء التقاء الساكنة أبحاث متفرقة أخذناها المرة الماضية يا شيخي الدورة الماضية حرام عليك ما أخذناها حكينا على ما جريها وتأمننا والشغلات هذه ما الله ما حكينا طيب أبحاث متفرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر